لكل مشاهدي قناة سحاطي في كل مكان أهلا بيكو حلقة جديدة وبرنامجكم موعد مع طبيبك حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن أمراض المخ والأعصاب عند الأطفال معينا ومحضراتكم من داخل استوديو دكتور طارق حمدي أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري بجامعة عين شمس أهلا موجودك معينا يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك دكتور يمكن بنتكلم عن مشاكل المخ والأعصاب عند الأطفال وعايزين أعرف أستاذ المشاهدين هل المشاكل دي بتظهر منذ الولادة مع الأطفال ولا ممكن هي تكتشف طيلة حياته الأولى وفي الاتنين يعني سؤال حضرتك هو ممكن تظهر مع الولادة ولا هي ممكن أنها تظهر متأخرا يعني أثناء حياته في الاتنين ممكن طفل يتولد بمشكلة ليها علاقة بأمراض المخ ممكن طفل يتولد بأيب خلقي هو مولود بي في مشكلة في جزء لم يكتمل نموه في المخ جزء ليه علاقة بالسائل النخاع الشوكي المية اللي حوالينه المخ يكون فيها ارتفاع في ضغط المخ في مشكلة ما حصلتش كانية نتيجة عيب خلقي لكن حصلت أثناء الولادة أثناء الولادة ديت حصل نقص في الأكسجين حصل إصابة أثناء الولادة حصل أي تغير في نسبة الدم أو نسبة الأكسجين اللي رايحة للمخ قدت لخالة الوظيفة في المخ كل دي حاجات حتظهر والبيبي لسه مولود وفي حاجات تانية أمراض ممكن يكون هو تولد بيها لكن مش حتظهر النهاردة حتظهر على مدار حياته أنا عايزة أقول أن في حاجات ممكن تظهر على وهو عنده سبع تامن سنين ممكن حاجات تظهر وهو عنده عشرين سنة ده في حاجات حتظهر وهو عنده من تأربعين لخمسين ويمكن ستين سنة وعلى فكرة هو كان مولود بيها وزادت واتطورت على مدار حياته نتيجة عوامل تانية كتير لكن هو في الأصل هو كان مولود دكتور بداية هل أمراض المخ والأعصاب عند الأطفال خاصة محصورة ما بين كذا مرض معينين ولا بيبقى فيه خلط برضو عند بعض سيدة المشاهدين عن دخول الطب النفسي مع المخ والأعصاب يعني هل الفرط والحركة ده بيعتبر مشكلة من مشاكل المخ والأعصاب عند الأطفال ولا بيبقى منفصل عنه هو دي إثارة لموضوع في منتهى الأهمية ونقطة تقريباً كده كل بنشوفها كل يوم أن أنت تشوف أم أب بيشتكوا من مشكلة عند الطفل مشكلة عنده فرط في الحركة هو بسمعش الكلام بسمعش كلامي خالص بيدرب إخواته بيكسر الحاجات أنا شك أنه عنده خلل في كهربة المخ حقيقة دي معلومة مغلوطة شوية كون هو عنده مشكلة سلوكية مشكلة في التصرفات ملوش دعوة قوي بموضوع خلل كهربة المخ لا مرض من الأمراض الممكن يبقى موجودة عند نسبة مش قليلة من الناس إحنا بنتكلم في بعض الدراسات أن إحنا بنوصل لـ 8% يمكن أكتر يمكن أقل حاجة بسيطة لكن في الحدود دي وناس موجودين وبيتحركوا بيشتغلوا بيجوزوا بيخلفوا بيعملوا كل نفسهم فيه وما فيهاش مشكلة خلل كهربة المخ قصة وأعراض مختلفة تماماً عن أي مشاكل سلوكية عند الطفل مشاكل سلوكية زي إليها علاقة بفرط الحركة زي إليها عراقة بأنه مش بيسمع الكلام قوي على أنه مش بيطور في المدرسة التطور الطبيعي أنه مش منتبه الانتباه الكافي كل دي حاجات نبتديها بأن إحنا الأول نكشف عليه صح نعمله الأشعات اللي على المخ السليمة علشان نخرج بره احتمال وجود مرض عضوي هل هو عنده عيب خلقي في المخ؟ هل هو عنده مشكلة في المخ؟ هل هو عنده خلل في كهربة المخ؟ محتاجة دواء بقى من نوع معين؟ ولا معندوش؟ علشان لو ما كانش عنده الحاجات العضوية اللي إحنا حكينا عنها دي يبقى ده في الحالة دي إحنا محتاجين نلجأ لزميلنا دكاترة الطب النفسي والتعديل السلوكي لا حيعودوا معاين وممكن حتى كمان يدولوا أدوية معينة بس يا دي أدوية ودي أدوية تانية خالص مشاكل اللي ليها علاقة بخلل كهربة المخ مشاكل كلها ليها علاقة بأن المخ ده بيطلع كهربة وإشارات كهربية تدي أوامر للإيد عشان تتحرك للرجل عشان تتحرك للعين علشان ترمش علشان كل جسمك يتحرك في صورة إشارات كهربية علشان تدي الأمر للحركة الإشارة الكهربية دي لو فيها خلل لو فيها زيادة أو فيها نقصان حيحصل تشنج أو حيحصل أن الطفل يبقى قاعد في الفصل المدرسة بتكلمه فهو راح باصس في السماء وما بيردش عليها وما بيتكلمهاش خالص وما بيتعاملش معاها لمدة لحظات وهي تصورت أن هو متنشها أو مش رادي يتكلم معاها أو مهملها فيمكن تزعقله ويمكن تتخاني معاه لكن هو اللي حصل إيه؟ اللي حصل أنه عنده خلل في كهربة المخ في اللحظة دي وده محتاج دواء ولما حياخد الدواء ده حياته حيبقى لطيفة جدا مش حيبقى عنده هاي مشكلة خالص بس الحدوتة دي في الأول لازم تتشخص اللازم هيبقى في البداية تشخيص التشنجات أو تشخيص الكهربة الزيادة في المخ لازم يبقى دقيق مظبوط تماما أنا أوصي بأن إحنا لازم أن يبقى في عرض أم أو أب يشتكوا منه العرض ده الأول نخرج برة احتمالية أنه هو حاجة عضوية بكشف مبدئيا ثانيا بأشعة ثالثا برسم مخ أو بأي تحاليل مطلوبة على حسب الكشف والبيانات اللي طالعت منه وبعدين هل هي حاجة سلوكية نعملها حاجة سلوكية دي ممكن تبقى مجرد بنصيحة للأب والأم لا والله ده أنتوا واحد اتنين ثلاثة أنتوا بتعملوه في البيت هو ما هواش سليم قوي من أشهر الفيتامينات المطلوبة للأطفال هي فيتامين إن فيتامين إن يعني نو يعني ده مش قرص دي كلمة محتاج الأب والأم يقولها ممكن تبقى محتاج تقول نو محتاج تقول لأ علشان مش علشان تحرموا كلنا عايزين ولادنا نيبقوا سعادة ومبسوطين وفرحانين كل حاجة بس أنت ممكن تبقى محتاج تقوله لأ علشان خاطر ما يبقاش هو الدنيا كلها مركزة حواليه ممكن يبقى ببساطة شديدة فارط الحركة والتكسير وما إلى ذلك اللي هو بيعمله دوت لمجرد يعني أنا آسف بس يعني مجرد ده العزيادة مجرد أنه محتاج يسمع كلمة لأ أفلح زمنا بحظة دكتور يمكن الشق التاني من أمراض المخ والأعصاب خاصة عند الأطفال العيوب الخلقية وحضرتك أشرت في بداية الحلقة أنه ممكن تظهر مع الولادة وممكن تظهر عند بعض سن معين 8 سنين 10 سنين أمثلة للعيوب الخلقية إيه هي اللي ممكن تحدث عند الأطفال ومدى خطورتها بنحدده على أي أساس لو كلمنا على شق أمراض المخ من أول ما يبقى فيه خلل في المجاري المائية بتاعت المخ المخ ده بيفرز مية بتوفر له الغزاء وبتوفر له التبريد وبتوفر له الحماية المية دي كميتها بتتفرز وتتكرر وتتغير في اليوم الواحد ثلاث بره المية دي في حركتها ممكن يبقى فيها انسداد ممكن يبقى فيها مشكلة تؤدي لارتفاع في ضغط المخ طب وإيه يعني لما يحصل ارتفاع في ضغط المخ مهم المخ ده موجود جواه صندوق مقفول فلما يحصل زيادة في هذه المية يؤدي ليه ارتفاع في ضغط المخ مما يؤثر على وظيفته وظيفته دي يعني حركة يعني إدراك يعني تعليم يعني كلام يعني إحساس كل حاجة حياتك غالبا يا دكتور ده ممكن يزهر في امتى؟ ده ممكن يزهر ساعة الولادة مباشرة طفل مولود دكتور النسل اللي ولد الأم دي بيقول الطفل ده أنا لاحظت أن راسه حجمها كبير إحنا عندنا معايير وكيرف طبعا مسموح فيه بالرينج في محيط الراس بتاع البيبي المولود ومحيط الراس بتاع البيبي ده بعد شهر ومحيط الراس بتاع البيبي ده بعد سبع شهر ومحيط الراس بتاع البيبي ده بعد سنة ده ميت وجود طبيب الأطفال لحظة الولادة طبعا طبيب الأطفال بيقيس حاجة اسمها الأبجر سكور علشان يقيس كل حاجة في البيبي ويقول نفسه أخباره كل الوظائف الحيوية والتنفسية والحياتية بتاعته شكلها عامل إزاي عشان لو فيها أي خلل يتعامل معاه بالزبط يحوله على الرجل المختص بقصة زيدي طبعا على رأسهم أن محيط الراس لو فيه مشكلة في محيط الراس ممكن تبعو محيط الراس برا لأبجرس كور لو فيه مشكلة في محيط الراس يبقى محيط الراس ده حاجة من الحاجات اللي بتلفط النظر بيبي ده مولود بمشكلة ومحتاجة تدخل وفي اللحظة دي إحنا ممكن نتدخل ساعتها علشان نحفظ على وظائف المخ قبل ما يبقى فيها أي خلل يؤثر على حياته بعد كده يعني فيه لحظات معينة بالتدخل فيها ممكن يبقى في ساعاتها ممكن جدا يبقى في ساعتها بيبي لسه مولود وممكن وساعتها على فكرة إحنا بنوزن الأمور برضه مش بعمره قدم هي بوزنه وبوظيفه الحيوية والتنفسية يعني فيه عمليات أنا ممكن أعملها البيبي مولود النهاردة بس مثلا لو هو وزنه أكتر من 2 كيلو أنا قدر أعمل حكاية دي وبعدين ممكن نلاقي أن الأمر ما ظهرش ساعة الولاد وأن كل محيط الرأس وكل الأعراض مش بينالي لكن على مدار تطور عمره على مدار الشهور الأولى كمان من عمره يبتدي يظهر عرض زي العرض اللي هو بتاع ارتفاع دخط المخ والمشكلة اللي ليه علاقة بالسائل بتاع المخ وتظهر على مدار الشهور الأولى وممكن في بعض الحالات ما تظهرش غير بعد البلوغ ودي ليها خطة علاج ودي ليها خطة علاج ودي ليها خطة علاج ممكن يشتركوا كلهم في حاجة واحدة يشتركوا فيه أن الولد ده أو الشاب ده لا على حسب ما احنا شفناه امتى احنا الشراكة بينهم هو أني لازم أوجد مجرى تاني غير المجرى اللي فيه انسداد علشان أرجع ضغط المخ لضغطه الطبيعي لأنه مش ممكن هيشتغل بكفاءة مش ممكن هيتعلم هيتكلم هيأكل هيشرب هيتحرك غير بضغط مخ طبيعي هو مش هيقدر يعيش بضغط مخ يكون مختل أو زياد وده مزاي ضغط الدم يعني ما هواش ياخد قرص فينزله الموضوع مختلف ده مختلف شويتين كويس وساعات بيخلط بينهم من بعض أنه أنا ما عنديش مشكلة في ضغط الدم ليه ضغط مخ عالي لا لا ممكن يبقى فيه ضغط مخ عالي من غير ما يبقى فيه حاجة ليه علاقة بضغط الدم وساعات كتير بيبقى اللجوء للحل الجراحي هنا هو الحل الأمثل دكتور يمكن استخدام التكنولوجيا بشكل مفرط ممكن يؤدي بينا إلى مناطق في العادة بتبقى للأطفال غير سليمة وغير صحيحة بطلب من حضرتك يعني نصيحة للسيدة المشاهدين في ختام لقاءنا معاك عن أهمية أن احنا نقنن من التكنولوجيا خاصة للأطفال وكمان ده ممكن يبقى تأثيرها ايه على الأطفال اللي هيكونوا مرضى لبعض من الأمراض المخلصة تفكير طيب جدا أن احنا نفكر فيه التقنين ونفكر فيه التكنولوجيا اللي في إيدينا دي ايه فايداتها لنا وايه مضرها خليني أروح من القصة دي لنقطتين النقطة الأولانية هي لسه من الطب مقالش الموبايل ده أكيد أكيد وحش لعقول أطفالنا أو لعقلنا ولا لأ لكن هو أكيد الموبايل ده والتلفزيون ده والجهاز الكمبيوتر ده القعدة مدة طويلة عدد ساعات طويلة بتغير في سلوكنا يعني أنا لو قاعد قدام حاجة هي ما بتديني بس بس ما بتاخدش مني يعني هي حاجة غير تفاعلية أنا ممكن أبتدي أعاني من شيء من التوحد ممكن أبتدي أعاني من شيء من المشاكل في التعامل مع الآخرين ومن ناحية تانية لازم أشوف إيه الفايدة اللي جاية منها فأقننها يعني لو أنا قاعد قدام كمبيوتر عدد بسيط من الساعات علشان أتعلم حاجة علشان أنجز هدف معان أكيد ده فايدة وأشركه مع شيء من الرياضة مع شيء مع التواصل مع عائلتي مع أهلي مع أخواتي مع أصحابي مع إيه لذلك أكيد ده هو التوازن المطلوب التكنولوجيا كمان حتقدم لنا حلول حلول جراحية لأمراض زي اللي احنا قلنا عليها بدل ما كانت عملية معقدة وطويلة وعريضة وبنفتح فيها في البطن وبنفتح فيها في الراس ممكن يبقى مجرد فتحة صغيرة جدا من خلال منظار في الراس علشان نحل مشكلة كبيرة يعني في النهاية استلاح لازم نوزن لازم يتعلم معاك التوازن استفاد منه وقلل مضار له على المتقدر دكتور طارق حمدي أستاذ مساعد جراحة المخ والعصاب وجراحات العمود الفقري جامعة عين شمس بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا والمعلومات القائمة لقدمتها لسيدا المشاهدين هاني مشاكل جدا لسيدا فتحضرتك وبكده عزيزي المشاهدين يكونوا سلنا معاك والاختام حلقتنا النهاردة يارب تكونوا استفادتوا معنا واستنونا حلقات جديدة وبرنامج